على أرض الملعب وسط المنافسة دايماً بيكون فيه ضغط نفس كبير على الرياضيين علشان كده بيكون مهم جداً إعداد النشئين مش بس الإعداد البدني اللي بيتكفل به فريق كامل ولكن أيضاً الإعداد النفسي علشان يقدر هذا اللاعب يواجه الفرق المتنافسة في الملعب لو فازوا يفرحوا بالفوز لو خسروا وهنا بنتكلم في النقطة دي يقدروا يكملوا ويشتغلوا على نفسهم أكتر أكيد خلينا نتكلم أكتر عن فكرة الإعداد النفسي للنشئين مع دكتور محمد علي استشاري علم النفس الرياضي ونورنا يا دكتور صباح الخير على حضرتك صباح الخير فهنا نصباح الخير على مرسل سهلاً بحضرتك دكتور قبل ما نبتدي نتكلم إيه اللي ممكن نعمله مع الفرق خلينا نتفق على فكرة إن علم النفس الرياضي إن كان موجود من زمان لكن إحنا ما كناش متعرفين عليه قوي أو ما كانش حاجة درجة بالنسبة لنا فكرة علم النفس الرياضي إيه علم النفس الرياضي وانتشر مؤخراً دي؟ مظبوط هو علم النفس الرياضي ما كانش واخد الحجم الكافي في المجال الرياضي في مصر عموماً يعني لكن هو فعلاً علم أصيل من نهايات القرن الثمنتاشر وبدايات القرن التسعتاشر ووصل مصر في الف سمائة وستين ولكن فوعل في الف سمائة وسبعين سبعة وسبعين وبدأ يدرس في كليات الرياضية ولكن بقى على أرض الواقع في المجال التطبيقي ما خدش حظه بالشكل الكافي ولكن من بعد الأولمبياد بتاعة توكيو الأخيرة الحمد لله العلم النفس الرياضي بدأ ياخد حيز من الاهتمام من الدولة ووزارة الشباب والرياضة وبدأ دلوقتي بعض الاتحادات الرياضية بيبقى فيها مؤدين نفسيين وأخصائيين نفسيين والوزارة كمان عملت خلال الفترة اللي فاتت مبادرات بإعداد أخصائيين للمنتخبات والقطاع الناشئين في مصر علم النفس هو العلم اللي بيدرس السلوك والخبرة أبرزهم إيه الاتحادات دي؟ أبرزهم الاتحادات زي الكراتي والاتحاد السلاح والاتحاد الخماسي والاتحادات زي المصرعة ومعظمها ألعاب فردي الألعاب الجماعية لسه بتاخد شكل جيد في التعامل مع أخصائيين نفسيين ولكن لسه يعني إن شاء الله الفترة قادمة يبقى فيه شكل كويسي ليه؟ الشكل الفردي يعني بيحتاج إعداد نفسي أكتر؟ مظبوط هو الأنشطة الفردية علشان اللاعب فيها هو اللي بيبقى المسؤول عن قراره اللاعب فيها هو اللي بيبقى مسؤول عن إدارة الانفعالات بتاعته الداخلية جوه الملعب وده بيسبب ضغط كبير عليه لأنه مش زي اللعبة الجماعية اللعبة الجماعية أنت بتبقى تيم فريق متكامل بيحصل فيه اعتمادية على إنك لو حصل مثلا أنا أخفقت في حاجة معينة يبقى ممكن زميلي في الفريق يبقى مساند لي في الحاجة دي ولكن في اللعبة الفردية لا اللاعب بيتحمل كل القرارات جوه اللعبة الفردية هو بيتحمل عبء النفسي والضغط النفسي في هذه المنافسة القوة أو الصلابة النفسية لللاعب دي بتبقى مكتسبة بعد الإعداد النفسي ولا دي بتبقى موجودة أصلا عند الولد من التنشئة ومن الأسرة ومن التعامل معاه في البيت وفي المدرسة فهو بيكون داخليا قوي فمستعد إنه يتحمل ضغوط الأرض والضغوط الملعب الصلابة النفسية اللاعب ممكن يبقى عنده بعض المقاومات اللي اكتسبها من البيئة إنه بيبقى عنده ثبات فعالي بيبقى عنده ثقة شوية في النفس ولكن في بعض اللاعبين ده بيعتبر جزء من الفروق الفردية عند اللاعبين إن بعض اللاعبين بيبقى عنده فقدان للثقة مش فقدان تماما ولكن مستوى الثقة منخفض مستوى التركيز منخفض إحنا مزاي بعضين بصمة كل واحد مزاي التاني شخصية كل واحد مزاي التاني بتعرفه؟ طبعا يعني لو حركش هاي في الماتش بتقول لا أنا عايزة عود معاه بالضبط مش ده بس أنا لو بشتغل مع التيم من الأول أو بشتغل مع اللاعب بصفة فردية لا بعرف من اللاعب ببعض القياسات النفسية فيه من قياس السلبة النفسية ومن قياس الثقة والتركيز والتوتر وكل المقاييس النفسية موجودة بنعرف منها وبالملاحظة الشخصية أيضا تقدر تحدد إذا كان اللاعب ده متعرض لضغط معين اللاعب ده مش مستوى زي ما بيقولوا كده اللاعب ده مش في الفورمة مش في الفورمة معاق ومتعرجوا ازاي؟ يعني النهاردة لعب دخل في مباراة اثنين تلاتة عما يكسب وكده بدأ يخسر نظبط فخلاص نفسيته بقت في الأرض مزرد ركب أبتعمل ايه هنا؟ اللاعب السبب بتاع اللي حضرتك بتقوله الموقف اللي حضرتك بتقوله ده بيحصل انخفاض في مستوى الطاقة النفسية لللعب هو بيبدأ باستثارة عالية وبيبدأ بدافعية للإنجاز بشكل كويس قوي فبيستهل الجزء كبير من الطاقة النفسية ولكن مع استمرار المباريات ما بيقدرش ينظم طاقة النفسية لحد آخر البطولة فبيحصل هبوط في مستوى الطاقة النفسية ممكن يبقى ده نتيجة عدم تنظيمه للطاقة النفسية بتاعته ولكن ممكن شوية حاجات تانية انه هو حط التوقعات عالية للمنافس انه هو مش مصدق انه وصل للأدوار النهائية انه هيقابل منافس قوي فحط له حجم جوه مخيلته او جوه عقله حجم كبير جدا انه هو بدأ يكبر اللاعب ده وانه هو مقاوماته البدنية اعلى وبدأ يفكر تفكير سلبي انعكس على اداءه واداءه بدأ يهبط وبدأ يفقد الثقة في نفسه ويفقد تقديره لذاته معظم مشاكل اللاعبين عندنا في مصر في السلف ستين تقدير الزات هو شايف نفسه فين فده اللي بيخلينا يعني لما الاتحادات الرياضية بتعمل احتكاكات دولية وبنروح نقابل منافسين خارجيين على مستوى العالم ده بيرفع من مستوى تقدير الزات شوية اللاعب بيحس بمكانته لما بيكسب لعب واثنين وثلاثة على مستوى عالي في اوروبا وفي الدول المتقدمة فده بيأثر على رفع مستوى الثقة في اللاعب وبيأثر على تطوير اداءه بعد كده في لعبين يعني قلة مش موجودة كتير بلكن موجودين الخسارة ما بتأثرش معاهم بالعكس هو بيبقى شايف انه ده جيم وانا قدر اتعامل وده بنلاقيه بعد فترة حتى لو ما تكسبش في اليوم على اللانجران اعتقد انه هو بيقدر يعيد ترتيب اوراقه وبيتعامل مع الامور بسلاسة جدا برغم انه ممكن يكون في العادي كده مش اكتر بناء نفسي مش مش الصلابة اللي بيبقى موجود فيها على ارض الملعب بيتعامل ازاي الطفل او اللاعب او البطل في الحالة دي اقول لحضرتك بالنسبة للمراحل السنية الصغيرة الادراك بتاع اللاعب ما بيكونش تكون بصورة جيدة فبيبقى ثقافة المكسب عنده هي دي اللي بتخليه يبقى عنده حافز وان لو ما تكسبش يبقى هو فاشل فده معتقد خاطئ وبرضه بنصح اولياء الامور في الجزئية دي انه ما يبقاش يعني الولد بيبقى حساس جدا فبيبص على الفسر اكشن بتاع رد الفعل بتاع وش وبابا ومامته هو سعيد بي وفرحان بالانجاز شايف ان هو زعل لما هو خسر ده كله مردوده مش كويس على نفسية اللاعب اللاعب بيبقى لسه ما تكونش ادراكه زي ما بقول لحضرتك فبالتالي الغضب واستياءه انه هو فشل ممكن يخليه ينسحب من النشاط ده ولكن انا مش هلعب اللعبة دي تاني لان انا حس ان انا ما قدمتش انجاز المطلوب خبرة الفشل محدش بيحسها غير الناجح بيعرف يعني ايه يعني ايه لما يفشل ويقف تاني على رجليه ويبدأ تاني يتعامل دي خبرة من الخبرات المستحبة جدا انك يبقى عنده خبرات مفيش حد بيكسب على طول مفيش حد بيخسر على طول ممكن لعب يقابل دوت بانه يأثر على اداءه ويفضل على طول ماشي في الانتجاه السلبي ان انت هفكيره خلاص وصل الانتجاه السلبي ان انا بقلل من ثقة في نفسي بقلل من تركيزي بقلل من قدراتي فبالتالي انا مش هكسب تاني لكن لو بدأ يتكلم مع نفسه باي سيلف توك الحديث الزاتي الايجابي مع النفس بدأ حد يسنده ويوجهه ويقوله لا خبرة الفشل دي هتنقلك بعد كده انك انت تتعلم من اخطائك وبعد كده تروح في مرحلة النجاح ده بيشكل دور كبير وممكن ان يبقى فيه مسنده من الكوتش او مسنده من حد متخصص ان هو يرفع مستوى الثقة ويقلل التوتر والقلق والحاجات دي هل فيه ألعاب الخصم ممكن يتلاعب فيها بالحالة النفسية مع اللعيب بتاعنا طبعا يعني هل شفنا ده قبل كده هل سوف جلازة الامر طبعا التركس والخدعة النفسية فيه منتل جيم فيه مباراة عقلية ما بيني وبين الخصم اللي قداني هو بيحاول انا بشوف ده في الكورة تمام خش يرقصه ترقيصه يبصله بص بالزرق ماشي طب الالعاب الفردية بيعمل ده طبعا الالعاب الفردية حضرتك بتلعب معي مثلا وتبر سكواش وحضرتك متقدم علي وانا دون دلوقتي وانت النقط بتاعتك اعلى مني انا عشان اخليك تفقد جزء من الحماس بتاعك وانت الليد في المباراة تمام انا بعطل الجيم انا بقوت اللعب بقوت اللعب زي ما حضرتك بقول بالزبط كده بنزل بربط الشوز بتاعي مثلا بمسح النظارة بروح بعطل اللعب ببشاور للحكم بقول له انا عايز بريك سنة فدوت بيقلل مستوى الاستثارة بتاع الخصم وبيخليه يخرج برا التركيز بتاعه لو كل شوية عملت انا الحركة دي انا بستفز الخصم اللي قداني هو لو خرج برا نطاق تركيزه لانه ببقى يعني مركز جدا 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 في المباراة وآليات المباراة وحجم التنافس وهيعمل ايه في الموقت اللي جاية اول ما بقطع بعمل كت لمستوى لعمليات التفكير عنده بيحصل هبوط في المستوى بتاعه وبقدر انا كلاعب لسه انا خسران داون دلوقتي اقدر اعمل كنترول على النفس بتاعي اقدر افكر بتصولة ايجابية اقدر اشجع نفسي باي سيلف توك وبعدين بدخل في الجيم يلا نعكس بقى تلعبك على عامة كاراتي علشان كده عملت يلي وضح ان هي ايه لا هي اتمنى دقيقة في الاسئلة فهم الموضوع طيب خلينا نعكس الموقف انا دلوقتي بتعرض للاستفزاز وانا دلوقتي بتعرض للدستركشن او لا يعني حد بيحاول يشتت انتباهي انا الفائز وحد بيحاول يشتت انتباهي انا اعمل ايه اعكس اللعبة النفسية علي ازاي بالزبط انا دلوقتي بركز في ادائي انا في تطوير ادائي مركزت كل لعب بيبقى عايزك تركز معهو مش مع ادائي وتطويره فانتي حضرتك في ساعتها انت بتقدر تعملي كنترول على النفس بتاعك بتاخدي نفس تمام هتقولي طيب ممكن دلوقتي يا دكتور انا هاخد نفس وقت المباراة ما يسمحش ان انا هاخد نفس النفس اللي انا باخده او التحكم في النفس وقت المباراة بيبقى مختلف تماما عن النفس اللي انا بعمله او بعمل ريلاكسيشن عادي باخد نفس عميق بطلع الزفير تمام ببدأ اعيد افكاري تاني احفز بدخل اكسجين الجسم بحيث ان الجسم يستعيد اكسجين زايد بغزي فيه العضلات بيبدأ المخ بيتمشط معايا بيبدأ عمليات الادراك والتفكير تخليني جوه المكان بكلم نفسي ركز فوق الجاية احسن الحاجات دي كلها حتى ده كمان بمناسبة السؤال بتاع التأثير النفسي انا لو اتكلمت على نفسي او اشتغلت على نفسي وبصوت عالي شوية ممكن اأثر على الخصم اللي قدامي انه يتهز ازاي انا خسران وبكلم نفسي بقول فوق شد حيلك النقطة اللي جاية بتاعتك الكلام ده كله بيحصل فيه اضطرابات بنشوف اللاعبين بيشجعوا نفسهم اثناء المباراة سببا رياضات قتالية او رياضات مضرب يبقى لهم صيحة وقت لما بيجي بدافع دفلي علشان تقداري تستمر في الانجاز بيزود كمان انزيم الدوبامين في الجسم اللي هو بيديك احساس بالسعادة والنشوة انك انت منتصر فبالتالي بيخليك جوة الموت بتاع المباراة بنسمع ساعات في النشارات الرياضية اما بيقولك على ارضه وسط جمهوره بمعنى ان انا قاعد رايح بلعب مباراة على ارض الخصم وسط جمهور الخصم وفي عقر درهم وهم عاملين يشجعوا بالطبلو وبالشماريخ وخلافه نفسيا ازاي اللعب بتقصر وازاي اقاهله علشان يواجه موقف زي ده نزاب الجمهور ليه عامل ودور اساسي جدا في لعبة الرياضة او في الرياضة عموما الجمهور بيدي حافز طاقة الجمهور كلها بتنعكس على اللاعبين وبالذات لما تبقى جمهور الارض مثلا يعني كود دوفورن بارح كسبت كسبت تمام وهي ما كانتش احسن حاجة في البطولة واداءها ما كانت مهتز ويعني كانتها تخرج من البطولة بسي صاحبة الارض؟ بالزبط كده صاحبة الارض ده داها يعني افضلية وداها كمان كل ما بيتطور اداءها وتكسب مباراة مستواها بيزيد عن المباراة اللي قبليه وبيبدأ يمسك في الهدف والحلم بتاعه ان هو يقدر يفرح جمهوره الجمهور بيدي طاقة ايجابية لفرقته بطريقة مش طبعية بيأثر على الفريق المنافس لو هو مش جمهوره ازاي بقى اللعب يتغلب على الحاجة زيك؟ اللعب يتغلب على ده ان هو بيبقى مركز على هدفه مركز على اداءه واصق في نفسه كل بوزيشن في الملعب انا ليه هدف؟ ليه طريقة لعبة معينة؟ لو انا كل واحد فيه نركز على الهدف والمهمة بتاعته واتمها بمنتهى الجدية والقوة والالتزام بالواجبات بتاعته بتاعت المركز هيوصل به ان هو يبعد تركيزه ويعمل عزل عن المؤسلات بتاعت الجماهير لكن لو انا ركزت وطلعت دائرة تركيزي من جوة الملعب في المهام بتاعتي للجمهور العمال بيشجع بطريقة مستفزة للخصم او بيتكلم بطريقة مش مستفزة ده كله بيخرجني برا دائرة التركيز وبالتالي الهدف بتاعي خلاص حصل فيه دروب وبالتالي مش هقدر اكمل في الانجاز بتاعي نتيجة ان انا دائرة تركيزي خرجت من دائرة بتاعتي جوة الملعب لان انا اول ما بنزل انا مليش غير مربع وزميلي والهدف ان انا عايز اوصل للمرمى واجيب هدف لكن اول ما بخرج للجمهور وبيتشت التركيزي مع الجمهور ده انا ببعد كده عن الهدف اللي انا جاي علشان نحقق من خلال الانجاز بتاعي نقدر نقول مفتاح الموضوع كله هو الثقة الثقة بالنفس الثقة بالنفس خلاص يعني نشتغل دايما على الثقة الثقة في المهارات بتاعتي المكتسبة انا لازم ابقى واثق ان انا التدريب بتاعي اللي انا بتمرن سنة كاملة علشان اروح الالعب بطولة انا كل اللي انا بتمرنه ده لازم كله بكسف جهودي كلها انها هتخرج في هذا المحفل الرياضي انا انا عايز اسأل منه انت كنت بتعملي ايه لما كنت لعمل انا مش هنالحق نجاوه احنا قادل الانجابة سريعة كنت بتعملي ايه الاعتماد كان دايما بيبقى على الثقة طول ما انت ثابت طول ما اللي قدامك هو بيبقى مهزوز من ثباتك مزبور معروفة دي كانت في الملعب عندنا في الارض كان دايما كل شكرا ليك الدكتور محمد علي استشاري علم النفس الرياضي نورتنا وشرفتنا شكرا لنجوتك معك شكرا لعافية